طيب، كده هندخل على، يعني احنا تكلمنا على الاحتمالات، مجرد احتمالات فيما يعني المرشحين أو زي ما يقول كده، اللي ممكن يتقدموا بالترشح لمنصب الرئيس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وماذا عن منصب وزير الخارجية؟ منصب وزير الخارجية من أحد المناصب المهمة جداً وهو مكمل لدور رئيس الجمهورية وأحد الأدوات التنفيذية على المستوى السياسي والدبلوماسي لتنفيذ استراتيجية وسياسة المرشد الإعلان لأن السياسة المتعلقة بالأمور الأمنية والعسكرية والأمور الاستراتيجية هي معني بها الحرس السوري الإيراني ثم فيلق الكدس كأحد فروعه بشكل أساسي وبالتالي وزير الخارجية دور مهم جداً شخص تنفيذي بيحاول ربما اتخاذ ملفات بعينها والعمل عليها بشكل مهم وده يمكن محمد جهود ظريف كان أحد أهم وزراء الخارجية اللي كان له دور مهم جداً سواء فيما تعالج بمسألة المفاوضات أو بعض المسائل الأخرى خلينا أقول أن دور وزير الخارجية مهم في هذا التوقيت وأيضاً دور رئيس الجمهورية خاصةً إن إيران بتحاول صياغة استراتيجية وسياسة جديدة مع دول الجوار وخاصةً مع السعودية وبعض دول الخليج هناك دور مهم جداً هناك استراتيجية وضحة يجب استكمالها بعض الملفات المؤجلة فيما تعالج بمسألة الحسيين ومستقبل التصاعد في البحر الأحمر أو اليمن مسألة زي ما قلنا العلاقة مع الجانب الإسرائيلي والملف النووي الإيراني وبالتالي تم تعيين علي باكري كيني كقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني بشكل مؤقت لكن أنا شايف أنه كان له خبرة فيما تعالج بمفاوضات فيهنا في النمسا فيما تعالج بالملف النووي الإيراني ولديه قدر من الخبرة قد يكون مرشح لاستكمال المنصب أو على حسب الرئيس الجديد سيكون باختيار علي باقري اللي هو كان كبير المفاوضين كبير المفاوضين للملف نووي لديه خبرة ومنفتح بشكل كبير على الأطراف المختلفة وأعتقد أن حصوصه جيدة ولكن سيؤجل اختياره لما بعد الانتخابات الرئاسية لأن رئيس الجمهورية بيكون دور في اختيار وزير الخارجية